اهلا بكم ادل العودة الى البلاد لمواصلة عطائه المعهود في خدمة الوطن والنهوض به في جميع المجالات السياسة تتمنى للشيخ ناصر الصباح عوضا حبيدا الى ارض الوطن لاستكمال مسيرة التنمية ورؤية الكويت 2035 استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وفد العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلام والاستقرار في جمهورية افغرستان ورحب خادم الحرمين الشريفين بالعلماء مقدرا لهم ولمنظمة التعاون الاسلامي عقد المؤتمر واكد خادم الحرمين الشريفين ان السعودية عاشت مع الشعب الافغاني في معاناته منذ ان بدأت ازمة افغانستان وما نتج عنها من حرب اهلية حيث قدمت المملكة المساعدات الانسانية والاقتصادية وبذلت جهودا سياسيا متواصلة لنبدل فرقة والخلاف بين فئة الشعب الافغاني الشقيق قتل عدد من عناصر الجيش السوري وفصائل معارضة المسلحة التي دخلت في تسوية معه في تفجير انتحاري بريف محافظة درعة تبناه تنظيم داعش الارهابي وتضاربت الانباء حول عدد قتل التفجير وانتماءاتهم ففيما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان ان التفجير اوضى بحية 14 عنصرا نقلت وكالة الانباء الالمانية عن مصادر لم تسميها انه اوقع 35 قتيلا من القوات الحكومية والروسية الامر الذي سارعت الى نفيه وزارة الدفاع الروسية مؤكدة ان اي من عسكريها لم يقتل في العملية الارهابية وعلى الاثر تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة داعش جنوب سوريا لغارات جوية روسية تزامنت مع الشباكات عنيفة صباح امس من جهة اخرى تصدت الدفاعات الجوية السورية ليل الاربعاء لهجوم صاروخي اسرائيلي على مواقع للجيش في جنوب غرب سوريا قرب هضبة الجولان محتلة بحسب وكالة الانباء الرسمية السورية سانا تأهلت كرواتيا للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخها بعدما سجل ماريو مانزوكيتش هدفا في الشوط الاضافي الثاني لتفوز 2-1 على انجليترا للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة ترجمة نانسي قنقر